إنه إحنا كبشر نظرتنا محدودة نعم وإحنا منتعامل في نطاق الزمن والزمن بتاعنا يعني 70-80-100 سنة أي أوكي ولكن النظرة الأبدية الغير محدودة الله خارج نطاق الزمن صحيح ونخلي بالنا إنه هذه الحياة هي مؤقتة غربة قطار يسير إلى الأبدية ولكن إذا أنا مؤمن بالرب من خلال يسوع المسيح أنا بتنتظرني حياة أبدية بتبتدي على الأرض على فكرة أنه أنا إلي حياة أبدية ضمان الحياة الأبدية ولكن هذه الحياة الأبدية مليارات مليارات ومليارات ومليارات السنين فإحنا الميزان بتبعنا هو الميزان المحدود النظرة المحدودة مش النظرة الأبدية أو اللامحدودة للإله الغير محدود ونظرة الله كيف ممكن نوفق بين سيادة الله المطلقة مع حرية ومسؤولية الإنسان الإيمان يجعل الشخص يسلم لمن يقضي بعد فالإيمان يخليني لا أنظر زي ما قال الرسول في كرون ستانيا ساحة أربعة ونحن غير نظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية أرجو أحبائي أن لا نسجن ونحبس داخل إطار الزمن اللي إحنا موجودين في الصغير اللي قال عنه الكتاب أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن خلونا نفكر في المجد الأبدي الذي ينتظرنا وإن كنا لا نفهم الآن كل الأمور لكن دعونا نسلم لمن يقضي بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر